السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء المحاضرة الثالثة حتكون تكمل المحاضرة الثانية في حل أسئلة الفصل الثاني لمادة الكهرومغناطسية عدنا وصلنا بالمحاضرة السابقة إلى إيجاد قيمة المجال الداخلي واللي ساويه لرو وار على ثلاثة أبسلون نوت أما الجهد الداخلي فيمكن إيجاده عن طريق الجهد اللازم لنقل شحنة من المال لنهاية إلى أر كابتول والجهد اللازم لنقلها من أر كابتول إلى أر يعني بمرحلتين بهالحالة اليو إنج حيساوي لي ماينص من المال لنهاية إلى أر كابتول يعني هنانا إلى الكرة بعديا للآوت ناقص من الكرة إلى داخلها الآر سمول الإي إن دي أر يعني يساوي لي أعوض للخارجي اللي ساوينا ماينص رو أر تكعيب على ثلاثة أبسلون نوت هيطلع لي ماينص واحد على أر زائدا واحد على المال نهاية سدينا القوس ناقص للداخلي رو ثلاثة أبسلون نوت هيصير اشتقاقة أر تربيع سمول على ثنين ناقص أر تكعيب أر تربيع العفو كابتول على ثنين لو تلاحظ صار عندي ثلاث حدود واحد يعني واحد على المعنى هيا صفر فاش صار عندي رو أر تر بي على ثلاثة أبسلون نوت ناقص رو أر تر بي على ستة أبسلون نوت زائدا رو أر تر بي على ستة أبسلون نوت لو تلاحظ الحد الثالث والحد الأول متشابهات فاش حسوي هواحد المقام وأطلع القيمة مت وأعزل هذا أخليه بالأخير الثاني يعني من وحدة المقام صار اثنين رو أر تر بي زائدا رو أر تر بي على ستة أبسلون نوت ناقص الحد الثاني ورو أر تر بي على ستة أبسلون نوت والناتج حيساويلي ثلاثة رو أر تر بي على ستة أبسلون نوت ناقص رو أر تر بي على ستة أبسلون نوت لو تلاحظ الثلاثة وي الستة حيصير عندي في هذه الحالة شكرا حيصير عندي اثنين فيطلع الناتج إن اليو هتساويلي رو على أبسلون نوت هتساويلي فيه أر تر بي ناقص أر تر بي على ثلاثة وبهذا خلاص السؤال اللي وجدنا من الجهد والمجال الخارجيين والجهد والمجال الداخليين نجي على السؤال الآخر هو توزيع شحن كروي يمتلك كثافة شحنية حجمية دالة لآر فقط لروتوس أو إن أي على آر حيث إن الأي هي قيم كمية ثابتة يريد من عندي نفس السؤال السابق نجد المجال والجهد الخارجيين والداخليين نفس الكلام هنشتغل شلون عندي هنا هذا الكرة أو التوزيع كروي نصف قطرة آر كابتل يريد أو أشي بالبداية الخارج هذا الخارج الخارجي هيكون هو آر سمور مصف قطرة أيضا هنرجع نكتب أولا هنا آر أكبر من آر يعني من تسوي التكامل إي دوت أن دي أي يسوي لك على أبسلون نوت يعني معناها أقشرها برقم واحد نجي أباو الأوت إذا خارجي فيطلع خارج آوت لتكامل الان دي أي يسوي لشن عندنا كيو على أبسلون نوت أيضا هاخذ الكيو واللي تساوي من صفر إلى آر بالنسبة إلى رو دي في هذا يعني أن الرو ماتك بما إنها بما إن الرو ماتك هي أي على آر فإذن وال في دي في ماتك يساوي لي آر تربية ساين ثيتا دي آر دي ثيتا دي فاي هاي المن الحجم الكراوي لأنه وقعي لي توزيق كراوي فإذن حيساوي لي لكيو ماتي حتساوي لي تكامل من صفر إلى آر أي على آر هنا آر تربية دي دي آر تكامل من صفر إلى باي ساين ثيتا دي ثيتا وتكامل من صفر إلى تو باي لل دي فاي خلصنا نطلع القيمة هنا كيو تساوي لنا آر تربيع على ثنين لي من صفر إلى آر في مائنس كوسين ثيتا من صفر إلى باي وتكامل العفو في فاي من صفر إلى تو باي الناتج هيطلع لي يساوي هنا نأي تكامل أفتح العفو أفتح قوس آر تربيع على ثنين ناقص صفر أمن في ناقص كوسين باي زائد كوسين الصفر في تو باي ناقص الصفر هيطلع لي هنا الكيو تساوي لي أي آر تربيع على ثنين أفتح قوس ناقص ناقص واحد زائد واحد في تو باي وليساوي لي تو باي آر تربيع هذا يعني إن الكيو ما تش ساوي تو باي آر تربيع هاي خلاصنا منها نجي على المساحة لساوي لتكامل لسطح مغلق دي اي وليساوي لي أربعة باي آر تربيع هذه معادلة هنا هاي الثانية وهذه هي الثلثة أعوض بالمعادلة الأصلية نفس الشي هي ساوي لي الأبسلوت value للأوت في أربعة باي آر تربيع يساوي لي تو باي آر تربيع على أبسلون نوت وهذا يؤدي إلى أن المجال الخارجي هنا يساوي لي طبعا أبسلوت value يساوي لي أي آر تربيع على 2 أبسلون نوت آر تربيع نجي على آوت يساوي لي من المال نهاية إلى آر أيضا لي الإي آوت دي آر وهذا يساوي لي مينس تكامل من المال نهاية نفس الشي لي آر في هنا لو تلاحظ الآوت نزل نفس أي آر تربيع على 2 أبسلون نوت آر سكوير شنو دي آر يطلع للناتج أي آر تربيع على 2 أبسلون نوت لي ماينس واحد على آر سمول لكن من المال نهاية إلى آر فإذا أعوض نعرف المال نهاية واحد على المال نهاية ساوي صفر فيكون الناتج بس لآر يعني اليو آوت حتساوي لي أي آر تربيع على 2 أبسلون نوت لي واحد على آر يعني يساوي لي أي آر تربيع على 2 أبسلون نوت آر هاي شنو هاي قيمة قيمة شنو عني الجهد خارج زي نجي هسا على الجهد والمجال الداخلي أيضا أرجع أقول ثانيا عندما آر أصغر من آر كابتل يعني معناها أن التكامل المغلق للإي إن دي أي يساوي إن كيو برايم على أبسلون نوت ووضحت لكم شنو معنات الكيو برايم معناها هي جزء من الكرة ما أخذين وليس الكرة ككل فلهذا صارت برايم هاي أول معادلة نطلع الكيو برايم للساوي أيضا من صفر إلى آر لأي على آر آر تربيع دي آر تكامل من صفر إلى باي ساين ثيتا دي ثيتا وتكامل من صفر إلى دو باي للدي فاي نجي تساوي لي بالحالة أي أطلع خارج لأنه ثابت فيكون لأر تربيع على اثنين لي من صفر إلى أر وكذلك بالنسبة لي كوساين هنا عندنا يجقلنا ماينوس كوساين باي زايدا كوساين الصفر في هنا عندنا التو باي ناقص صفر هاي ساوي لي الناتج بها الحالة أي أر تربيع على اثنين هنا في ناقص واحد ناقص واحد هي يعني نكل هذرو زائد واحد في تو باي الناتج هيطلع لي 2 باي أي آر تربيع هاي منية الكيو برايم خلاص لمن نجي على هذي تعبر الإلاقة الثانية نستخدمها نجي على المساحة اللي تساوي لتكامل لسطح مغلق دي اي ويساوي ل أربعة باي آر تربيع هاي الإلاقة الثالثة نعوض اثنين وثلاثة وين ب واحد هاي هاي اثنين وهاي ثلاثة وين نعوضها بواحد نجي ايش هنساوي إن اليو إن العفو هنطلع إلا آي إن لي أربعة باي آر تربيع يساوي نا تو باي أي آر تربيع على أبسلون نوت وهذا يساوي إن الإي إن يساوي إي على تو أبسلون نوت هاي طلعنا نيجي على الداخلي هس اليو إن مثل ما قلنا يكون على على مرحلتين المرحلة الأولى يكون من المالة نهاية إلى آر كابتر يعني إلى سطح الكرة وبعدين من سطح الكرة إلى الداخل فيصير عدنا مرحلتين بالحركة بحساب اليو إن نجي حيساوي لي ماينس من المالة نهاية إلى آر لل آوت دي آر حفو أبسلون دي آر ناقص من آر كابتر إلى آر لل إن زين يعني معناه يساوي لي ماينس تكامل من المالة نهاية إلى آر لأي آر تربية على تو أبسلون نوت لآر تربية دي آر ناقص من الأر كابتر إلى آر لأي على تو أبسلون نوت للدي آر هيطلع للناتج أي آر تربية على تو أبسلون نوت من المالة نهاية لآر لدي آر على آر تربيع هي هاية تشتق وتتكامل في نفس الوقت بس إحنا بما أنه عدنا شرط التكامل موجود فحنكامل فقط لآر سمول وليس لآر كابتر على أي تو أبسلون نوت من آر كابتر إلى آر حيطلع للناتج مينس أي آر تربيع على تو أبسلون نوت لي مينس واحد على آر من المالة نهاية إلى آر ناقص أي على تو أبسلون نوت لي آر عندما من آر كابتر إلى آر حيطلع للناتج أي آر تك إي التربيع العفو على تو أبسلون نوت لواحد على آر مينس أي على تو أبسلون نوت يعني معناها إن الإن حيساوي لي أي آر على تو أبسلون نوت مينس أي آر سمول على تو أبسلون نوت زائد آر على تو أبسلون نوت لو تلاحظ شحيطلع علي الناتج عندي الحد الأول والحد الثالث متشابهين كأن أقول واحد زائد واحد بالضبط شحيطلع علي حيصير تو آر على تو أبسلون نوت ناقص أي على تو أبسلون نوت لآر والناتج إذن ليو إن حساوي لأي على تو أبسلون نوت لتو آر ناقص آر للمعادلة ككل إذن هذا هو شنوه الجهد الداخلي للكرة أما المجال الداخلي هو هذه المعادلة أنا بس حبيت ألون لكم خطرة تعرفون وإحنا لكيو برايم هي ناتجة من جزء من الكرة وبهذا خلصنا الأسئلة وإن شاء الله المحاضرة اللوخ سنبدأ فصل آخر وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا